السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة حديث القاهرة وحديث القاهرة بالتأكيد هو حديث عن الطموح اللي اطلق عليه مجلس الموقع المجلس الاوروبي لعلاقات الخارجية طبقا للدراسة اللي عملتها السيدة حفصة حلاوة طموح مشتعل يعني تعبير ومصطلح يمكن ان تنظر اليه كمصري بعين الرضا ان تكون بلدك بلدا طموحا وان يكون هذا الطموح طموحا مشتعلا ممتلئا نارية الحماس والرغبة والارادة والقدرة المجلس الاوروبي لعلاقات الخارجية ده مركز فكر لاوروبا تيج تانك الاوروبا الدول وبالتأكيد لتحان الاوروبي لكن عموما الدول ذات الحضور وذات التأثير لازم تفكر تشغل دماغها وتفكر وتشغل خيالها ويتدرس ويتخطط اللي بيقوم بالمهمة دي في المجتمعات الاوروبية المتقدمة او في امريكا حاجة اسمها تنك تانك مراكز التفكير التفكير حاجة محترمة وذات ثقل واهمية كبيرة والتفكير هو بداية اي تنفيذ وبداية اي تطبيق وبداية اي نجاح والتنفيذ هو الشيء التالي للفكرة التي يعني استوعبتها وفكرت فيها ووضعتها موضع التنفيذ عشان كده حتى في المؤسسات الامنية المخابراتية في العالم كله الجسوس اللي بيعمل جيمس بوند على الارض ده بياخد اجر اقل من اللي قاعد على المكتب لابس نظارة وفتح كمبيوتر وقاعد يلعب باديه على كيبورد اللي هو المحلل لان اللي بيحلل هو اللي بياخد المعلومات ويقوم من المعلومات دي فكرة ونظرية وخطة فالتحليل اهم من المعلومة لان المعلومة بغير ما تحللها بغير ما تفكر فيها اقمته فالدول الاوروبية والدول المتقدمة عموما يابان كوريا يعني كل الدول المتقدمة عندها think tank بيهتموا بالمفكرين والمحللين والمثقفين ودولا بيشتغلوا يعملوا درستهم والدرست دي تروح للمؤسسات وتروح لصدع القرار اللي يبني بناء عليها خطته ومشروعاته سواء قراراته السياسية مواقفه الدولية مواقفه الداخلية رؤيته بالنسبة للتقدم للتنمية رؤيته السياسية لازم تتبني على مجموع الافكار اللي قدمت من خلال هؤلاء المثقفين والمفكرين والthink tank دول فضلا ومحللين وخبرة فضلا على انه انا بقطع لكم بان اللي بقوله ده حقيقي مؤكد ان بعض الدول بتضم لاجتماعاتها كتاب سيناريو كتاب سيناريو خيال يعني افلام بكتبوا افلام علشان يفكروا بشكل ابعد حتى من افكار السياسيين يفكروا كروائي كسياسي كسينمائي كمحلل كمثقف فاحنا اصاد اللحظة دي ان احنا لما منشوف مجلس الاوروبي او المجلس الاوروبي العلاقات خارجية وthink tank بتاعه بيكلف احد الباحثين وهنا سيدة حفصة حلاوة بانها تعمل دراسة عن مصر طبعا يعني الدراسات اللي من النوع ده احيانا بتبقى دراسات مسحية مسحية زي السكانينج كده يعني زي التصوير الفوتوغرافي بتصور الواقع انها مش مشغولة بتحليله او مش مشغولة بتوصيفه او مش مشغولة بتخرج نتائج له لكن الدراسة المسحية دي بيبقى فيها صورة دقيقة بيبقى فيه لقاءات مع عدد كبير او من المصادر هنا بتقول انها قبلت عدد كبير من المصادر العربية والامريكية والاوروبية والمصرية طبعا وكمال اسرائيلية عشان تبني معلوماتها دي الدراسة هنا يعني جزء كبير او مسحي يعني توصيف وفيه جزء منها تحليلي والدراسات دي في الغالب دراسات احيانا بتبقى تحت سطوة مشاعر ورأي كاتبها في اه الدولة اللي بيكلم عنها او للمجتمع اللي بيشتغل على دراسته واحيانا يبقى الكاتب او المحلل عامل درجة من الموضوعية والحيادية بحيث ان يقول يعني الاطراف كلها شايفة المسألة ازاي من غير ما يبقى باين انحياز له مسبق وجاثم على الدراسة الحقيقة السيدة حفصة انا باعتبر ان الدراسة دي طبقا للترجمة اللي قدمتها بشكل متميز كالعادة زمنتنا الاستاذة اميرة جبر اعتقد ان الدراسة دي دراسة محيدة وامينة يعني رغب انها استخدمت تعبير بلاغي وهو طموح مشتعل عودة مصر القيادة الاقليمية وكيف ينبغي ان يكون رد فعل اوروبا هنا بعد دراسة الجزء التحليلي اللي بتروح لي الناس صنع قرار اللي بيقروا حفصة بتقول لهم ايه سيدة حفصة بتقول لهم ايه يكون رد فعل اوروبا المفروض تعاملوا ايه بناء على كل اللي انا عرضتلكوا عن مصر ده تتصرفوا معا ازاي الحقيقة المفروض ان في مصر يبقى عندنا دراسة معرفش بيه ممكن بيعملها يبقى بيعمل كيف يكون رد فعلنا على اوروبا لما قرر كذا لما تقول كذا لازم يبقى عندنا think tank مشكلتنا الحقيقية في مصر انه مراكز التفكير طبعا غالبا بتبقى جوه المؤسسات الحكومية جوه مؤسسات الدولة مش مؤسسات مستقلة فالجوه اجهزت الدولة وتحت اشراف الدولة غالبا بيبقى مضغوط بسقف الدولة وكمان في روح الوظيفة فممكن يقدم اللي عايزة تسمعه الدولة فالمفروض ان يبقى think tank مجموعات اكبر من الاحرار فكريا ووظيفيا عموما عبدالناصر زمان حاول يعمل مركز الاهرام للدراسات استراتيجية على هذا المنطق وطبعا هو من المناكز المهمة حتى الان يعني ولعله بيقوم بجزء من المهمة دي وهو وغيره من المناكز حتى الان في مصر لكن عموما انا بس عايز اتوقف الاول عند فكرة عادة تقييم الموقف المصري الان بعد عشر سنوات من يناير من صورة يناير وعودة مصر القيادة الاقليمية وهي بتعرض لنا التفاصيل دي ما جرى في المشهد المصري والعربي في حقمة العشر سنوات انا عايز بس اقول انه الرأي العام العربي دلوقتي في الوطن العربي ايه موجهة نظره في مصر رأيه في مصر يعني شايف مصر ازاي لما بتلتقي ولما بتسمع ولما بتتحاور مع نمازج من المجتمع العربي في كل الدول العربية بتوصل لنتاج ايه انا بقول لك ده انا هقول بقى تقديري انا بناء على خبرات وتواصلات كل الفترة اللي فاتت دي بشكل موسع مع اطياف كتير من المجتمع العربي الشعوب العربية معجبة بما يحدث في مصر ولعلها منبهرة يعني بعض الشعوب منبهرة شعب يعني ما تناقش انت الشعب العراقي الشعب المجموعات منه يعني اللبناني اللي هتكلم مع الناس في ليبيا تشعر انه في قدر مش من الاعجاب والتقدير لما يحدث في مصر لا والانبهار ده كلام طبعا ممكن يزعى الناس لكن هو كده الرأي العام اللي مش مشغول بالسياسة ومش مشغول بقضايا حقوق الانسان ومش مشغول بحرية الرأي والتعبير بل رأي العام العربي المتكون خلال عشر سنوات الأخيرة من جروح شديدة جدا نتيجة الحركات الانتفاضية والثورات اللي لمست المجتمع العربي فهتلاقيه هذه الثورات خزلت الشعوب سواء وحنا نتكلم في ليبيا بنتكلم حتى في السودان يعني وانه اللي حصل في ثورة على البشير لم تندق حتى الآن إلا مرحلة انتقالية فيها اضطرابات وتوترات والنهاردة في مظاهرات بالملايين وما إلى ذلك يعني لما تروح اليمن حرب أهلية مندلعة حتى الآن لما تشوف المشهد السوري اقتطاع جزء من الأرض السورية والسيادة السورية فضلا على حالة الحصار وحالة الضغط والتنزاف الإرهابي والاحتلال التركي لما هتبصر المجتمع حتى الأجوريات فيهم منتخابات وبشكل يعني إلى حد ما يمكن وصفه يعني وانت صحيح يعني مغمض العينين مغلق الأنف بانه شكل ديمقراطي سواء في العراق او في تونس فالديمقراطية خزلت المجتمعات دي فانت عندك شعوب عربية في العموم حتى الحراك اللي حصل في الجزائر عندك شعوب عربية في العموم مخزولة ومحبطة ومتوترة لأنه مجتمعاتها في ضوائق ومشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية مدوية فشايف مصر نموذج استقرار وشايف مصر اللي كانت فيها اضطرابات أيام الإخوان وإرهاب فجأة الدنيا مستقرة وفي أمان وفي نجاحات ويشوفوا افتتاحات ومشروعات ومواكب ومش عارف ايه ده كله عامل حالة من حالات الشعبية للحضور وللموقف المصري في رأي العام العربي طبعا الجزء الخاص به شباب النشطاء بقى وحقوق الإنسان وما إلى ذلك بالتأكيد الموقفهم بقى من سلبية الحياة السياسية في مصر من موقف الصعب والقاصي والمضيق والخانق للحريات والتعبير حسب بقى توصفاتهم وحسب تقديراتهم لكن مش شايفين في المشهد المصري غير الحتة دي ويحتموننا طبعا برضو الغرب شايف بركزة لا قوي لها حتة حول إنسان جزء بتاعه الإنسان وجزء بتاعه حريط رأي والتعبير وشيء غالب ومهم لكن هو جزء من المشهد مش شايفه ومش مهتم به قطاع واسع قوي في الشارع العربي لإنه شاف إنه الحريات الرأي والتعبير جلبت له الفوضى وجلبت له الانفلات وجلبت له التوتر ومن هنا بيتكلم التقرير أيضا عن فكرة مصر والنموذج اللي قدمته بعد عشر سنوات طبعا التقرير هنا أو الدراسة هنا شغل على الجزء الخاص بالدول العربية وعلاقة مصر بالدول العربية وبدأ الدراسة سيدة حفصة حلاوة بدأ بفكرة علاقات مصر مع الدول العربية أو المراكز التأثير العربية المختلفة من 2010 بمعنى أنه العلاقة مع السعودية العلاقة مع دول الخليج ثم العلاقة مع تركيا ثم العلاقة مع سوريا وإيران الدواير دي مصر عملت معهم إزاي خلال عشر سنوات وبتكلم عن فترات من الشد والجزم فترات من التحالف والتفاهم والتباعد يعني لكن كلها على مدى عشر سنوات بتقول أن مصر بتقيد تمركز موقفها وموقعها وبتشد من عصبها وبتقوي من مكانتها وبتكسب ما بتخسرش في كل العلاقات دي يعني ما بتكلم على المشهد المصري التركي فبتكلم عن مكسب مصري وتراجع تركي في حدة الموقف المعادي وما إلى ذلك اللي كانت عاملة تركيا يعني ده تصور الدراسة وإن كانت أنا مش متبني لأن رأيي إنه يعني الإخوان المسلمين ومن يحالفهم ومن يدعمهم من يؤيدهم ومن يمولهم ومن يدرهم هو الطرف الوحيد اللي أنا قدر أقوله أنا مطمئن بيتأمر على مصر أنا ضد نظرية المؤامرة دي وإن الغرب بيتأمر علينا لأنه ده كلام مش حقيقي وكلام أقرب إلى الهوس السياسي أو الهوس النفسي منه إلى الحقيقة لأنه لما بتقرأ هو تقرير مجلس الأوروبي لعلاقات خارجية بيكلم عن طموح مشتعل لمصر بيوصي بتعاون وبيوصي باهتمام بالتعاون مع مصر لما لسه بكلمكم برحم جايب خبير من خبراءنا الشباب بيكلم على قروض مصر والديون الخارجية مصر سلفة من الخارج 101 مليار دولار دول إيه دي اللي بتتأمر عليك ولا هيئده وليه إيه بتتأمر عليك وانت طول ما تقولهم هاتوا ديون عايزين فلوس علشان نقترضها وانتور في بلادي ولكنك تفضل ايه المؤامرة يعني حكاية المؤامرة لا يوجد مؤامرة على الإطلاق نظرية المؤامرة عليك إلا طيار الإسلام السياسي اللي عايز مش بس على مصر ده عايز ينقلب على العالم كله وبيقدم بالفكرة الخرافية بتاعة استعادة الخلافة وتطبيق الشريعة وما إلى ذلك والإعاودة بينا إلى القرن يعني الأول الهجري واللي هو الخيال هو متصوره أنه زمن مثالي وملائكي وهو ليس كذلك بطبيعة الحال يعني لكن عموما الطيار ده هو اللي بينخر وبيخرب وبيجند وإرهاب وكل من يموله بقى كل من يموله وكل من يدعمه وكل من يسانده سواء كانت دول أو أو يعني منظمات أو كانت حكومة أو مجتمع مدني كل من يمول الإخوة المسلمين ويدعمها هو عدو وخص من مصر بشكل واضح ولا يريد لمصر أي خير ولا أي نهضة ولا أي قوة بالتأكيد ولا قيادة إقليمها لأنه أي منطقة إقليمية فيها دول مؤثرة زينا كده وفيها مواقع شديدة الأهمية على خريطة المنطقة دايما وأبينا ومؤثرة شئنا وأبينا تركيا دولة إقليمية بفعل ما كمان المنتج الأخير لما بعد 2011 وباعتبرها الدولة الإسلامية اللي موجودة في أوروبا وباعتبر تاريخ عميق وطويل وليس يعني شيئا بسيطا وباعتبر تأثيرها على المحيط اللي حواليها ثم اشتبكها في قضايا كثيرة مع العالم زي أضايا الأكراد وزي أضايا ويعودوا في الحلف الأطلنطي وما إلى ذلك يؤدي إلى أنها دولة إقليمية كبيرة بالتأكيد السعودية دولة إقليمية كبيرة وبالتأكيد مصر دولة إقليمية كبيرة لكن من يقود المنطقة دي خناءة من زمان وخناءة مشروعة في السياسة مصر هي اللي بتقود المنطقة الفترة اللي مصر ما تقودش فيها المنطقة بيحصل هزة للمجتمع العربي عموما وجلجلة وبطبيعة الحال مصر لما تضعف أو تسلم يعني بقيادة المشهد العربي لغيرها أي دولة كانت بها لا تستطيع أن تملع المشهد ولا تستطيع أن تقود وزي ما بقول مصر تقريبا حصل يعني استغناءها أو استقالتها مصر استقالت من قيادة الوطن العربي بعد حرب 73 بعد حرب اكتوبر 73 بعد ما قرر رئيس السادات أنه يعمل مبادرة الصلح مع اسرائيل وفي الفترة دي كان استقالها سواء بإرادة أو نتيجة الواقع استقالها من قيادة الوطن العربي واستلم القيادة الحقيقة طرفين السعودية والدول اللي سمت نفسها يعميها الصمود والتصدي قزفي على حافظ الأسد على صدام حسين وكانت النتيجة طبعا أنه سنة تسعين بنلاقي العرق بتاخذ الكويت بنلاقي احتلال ما زي أنت شايفين يعني يوم كانوا طول الوقت يقولك أنه قيادة عبد الناصر للوطن العربي قادت إلى هزيمة 67 وأنا أرى كذلك يعني ما عنديش تحفظ ولا اعتراض يعني لكن في نفس الوقت احنا أصاد لما استلمت السعودية قيادة المنطقة في السبعينيات انتهينا إلى أنه إرهاب كالجرد احتلال دول العربية لدول العربية ثم احتلال أمريكي لدول العربية يعني مهزلة إنسانية بكل المقاييس تجددت بقى وتفجرت أكتر مع أحداث 2011 بكل ما فيها بقى و سرطان الطيار الإسلام السياسي والعنف والإرهاب وما إلى ذلك أنها فترة ومرحلة حي أنتهت فترة ومرحلة وجات فترة ومرحلة بقى فيها مصر بتستعيد قوتها الإقليمية أول حاجة عملتها بالإطاحة بالإقليم المسلمين اللي أفشل كل المشروع الإسلام السياسي في المنطقة اللي كان مدعوم ولا شك ومضوع مش موضوع يعني في محل جدل يعني اللي كان مدعوم في الوقت ده من الإدارة الأمريكية إدارة أوباما نتيجة رهان كان عند الحزب الديمقراطي وخصوصا جزء من اليسار اللي بيديره يعني على إنه الإخوان دول هقدموا صورة شبه كده أردوغان في تركيا والموضوع نخلص من الحكاية تحت الشرق الأوسط دي وفشل الرهان ومصر غيرت الموازين وتغير الميزان كل في المنطقة بعد 30 يونيو 2013 مصر بقى اللي بتعمله دلوقتي طبقا وانطلاقا من دراسة الأخيرة المقدمة من السيدة حفصة حلاوة المجلس الأوروبي العلاقات خارجية استعادتها لدورها بقى على كل الأصعضة بيودي إلى النتيجة الجديدة انه قوة ومكنة حقيقية لمصر ازاي بقى يتعامل مع الغرب هنا الأمريكا و أوروب فبتقول طبعا النفس اللي موجود طول الوقت النفس ان احنا عطحنا بالرئيس الديمقراطي محمد مرسي وإنه الفترة اللي حصل اللي موجودة دلوقتي فترة انتهاك لحقوق إنسان ده النفس اللي موجود في كل الغرب كل الغرب يتعامل مع الحكاية دي اشتروا الرواية الإخوانية من اليوم الأول ولي حكيت لكم قبل كده ازاي اشتروها وليه يعني مش اشتروها يعني دفعوا فلوس لها يعني صدقوها وتبنوها واتكلموا به وبرضو ده جزء من المهم هنا ان احنا مفكر فيه ما ينفعش طول الوقت احنا متصورين انه الحكومة نعرف تتعامل وحدها كده مع الغرب ومع الدولة الغربية مع العالم الغربي ومع أمريكا مش ما ينفعش وميه ودي مش طريقة سليمة ولا حقيقية ولا تنفع تصادر المجتمع المدني وتعتبر انه محدش يتكلم عن مصر وسياسة مصر ووقف مصر غير بس الحكومة واللي يقول غير كده يبقوا خوان او عملة او مأجورين او بيعملوا الاحساب الاخوان ميه انفعش المجتمعات لازم تخطب مجتمعات والناس الموظفين مهما كانت كفائتهم موظفين احنا محتاجين مفكرين واحرار ومثقفين ونشطاء وحقوقيين هم اللي يخطبوا العالم هم اللي يكلموه ويكلموا المجتمع المدني ويكلموا كل الاطراف والاطياف فالدولة المصرية ما ينفعش تعمل فيها انها الوحدها تقدر تعرض الصورة الحقيقية ما ينفعش وفضلا عندنا عندنا ثجرات وعندنا عيوب وعندنا نواقص ويه وانه ده كعب اخيل وصغرة يعني فعشان كده لازم نغير طريق التعاون مع الغرب ولما نقرض رأسه زي دي نقول كويس جدا احنا عندنا فرصة ذهبية الان بدولة مستقرة وقوية وذات يعني تأثير ووجدان عربي مع المنجز اللي حاصل ده كله يدعم موقفنا وإحنا بنوعيد يعني عايزة اقول ايه طموضوعنا ووقفة تعبوية بانه نبص كويس لمصلحة مصر الان ازاي هي بتقول انه مصر استعادت الشرعية مصر ادرت انها في العلاقات مع الغرب تستبدل الشرعية من المجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الأوروبية والمجتمع المتحدة وقوية اقليمية وهذا بالرغم المتعرض له من انتقادات رئيس السيسي في العاصمة الغربية والأوروبية بشأن انتهاكات حول انسان صناع السياسات في اوروبا وامريكا كثيرا ما يعتقدون انهم لا يتمنطعون بنفوز كافي للتأثير على ادارة السيسي ولسيما في مواجهة الدعم الذي طلقاه من دول الخليج كما لا يعملون على خلق ظروف لاستخدام النفوز مع مصر لحل مشاكلها المحلية او العمل بشكل اقرب معها لحل القضايا الاقليمية الكبرى مع انسحاب الولايات المتحدة والانطقة تبدو اهبية والوية العلاقة مع الغرب وقيمتها الكبرى لمصر اقل وضوحا تعزز مصر روابطها الاقتصادية بالصين وروسيا تزيد من تعاونها الامن مع الدول والاعداء في الاتحاد الاوروبي تعيد ضبط علاقتها بالخليج وتركيا بالنسبة للولايات المتحدة تستمر مصر في التمتع بالعلاقة التي اعتدت عليها مع البيت الابيض الجيش يؤمن ان الولايات المتحدة تؤمن بدور مصر كشريك امني رئيسي تشير مصادر الى انه التفاعل الدبلوماسي والشرعي السياسي التي تستبدنها مصر بالعلاقات المتحدة لدلك مستمرة وقوية وقد تحقق واشنطن نجاحا اكبر اذا فصلت سؤال الدعم العسكري عن تحالفها السياسي مع القاهرة بالاستجابة الى الاولويات داخل النظام من اجل ادارة افضل للعلاقات المصرية الامريكية وبعدين بتكلم عن اوروبا وبتقول ان اوروبا اولويات الاتحاد الاوروبي تجاه مصر غير محددة وبتكلمنا على ان الاتحاد الاوروبي اخد موقف ممتاز مع مصر في قضية المية السد الاسيوبي وازاي اتحاد الاوروبي واخد موقف ممتاز مع مصر في القروض والمساعدات والمنح وازاي الاتحاد الاوروبي ما بيتكلمش في موضوعات حقوق الانسان اللي بيتكلم هو البرلمان الاوروبي وده اقل نفوزا واقل تأثيرا طيب بتوصل للنتيجة اللي هي مصر ضرها ثقاتها بنفسها تتزايد وهي حريصة على تولي دورها القيادي في الاقليم مرة اخرى وبتقول طبعا بطبيعة الحال ان مصر الان في حاجة الى دعم قوي من شركائها وتبادلات صريحة لا ينبغي ان يكون لدى العاصم العربية اي اوهام عن حدوث تغير ملموس في اجندة مصر للحقوق الانسان على وجه التحديد او ان القاهرة ستستجيب لتوصياتهم على الاقل ليس على الفور ولكن في الوقت الذي تتمتع فيه مصر باكبر قدر من الاستقرار والامن منذ عشر سنوات هناك التزام اخلاقي وواجب على الاوروبيين الذين يتحدثون معها بتكثيف حوارهم فبامكانياتهم تطوير علاقات اقليمية واقتصادية مع رغبة واصرار على تخفيف الضغط السياسي بشكل كبير في مصر على الحريات ولا ينبغي ان يتجنب الاتحاد الاوروبي مواجهة هذا الامر في تفاعلاته الثنائية مع مصر وينبغي ان يفعل ذلك مع الاستمرار في التعامل معها على تهدئة الصراعات وترويج التنمية الاقتصادية وبشكل حاسم حماية الامن المائي في المنطقة لما معرفش لما السياسي المصري او صنع القرار في مصري يرى التقرير ده ممكن يصل الى اي نتيجة لكن انا كم باحث وكاتب يعني اشوف انه التقرير ده مدراسة دي اولا بتؤكد لنا قوة مصر الاقليمية وان مصر استعادت مكانتها بالفعل وان مصر قوة اقليمية مشكلة لاداء هذه المنطقة سؤالنا بقى هل الحريات السياسية او الحقوق السياسية بما شهدته من تراجع وضغوط وحصارات في الفسالات السابقة بسبب واضح ان قدرت الدولة اعتقدت جازمة مؤمنة بما تفعله انه السخب السياسي سيؤدي الى تفلت وانفلات وانه بناء الدول خصوصا ان الوضع كان وضعا يعني شبه كارسي كان لابد من انه يحصل انضباط وضبط وضبط يصل احيانا لحد البتش باي تصورات او افكار خاصة بتجاوز الخطوط السياسية علشان نعرف نملي البلد وعشان نقدر نستقر علشان نقدر نعمل انجاز والصخب اللي البلد عاشته فيه من 2011 ل2013 و14 ما ينفعش يكمل وعافش يبدي بلد بدأت فك وده كان قرار تم اتخاذه بوضوح وبحسب وبصرف النظر عن اي احتجاجات او اعتراضات دولية او تحفظات خارجية او داخلية وعلى مدى الست السنوات او السبع سنوات ادارة الدولة نجحت النجاحات الكبيرة دي في ظل النجاحات التنموية والمشروعات والانشاءات في ظل الرؤية للسياسة بالطريقة دي لكن مع كل وقت بيعدي على قد ما مصر بتتأوى وعلى قد ما موقف الدولة بيستقر اكثر على قد ما الخارج بيضغط والخارج بيسأل والخارج بيتحفظ والخارج ده بقولك ده خارج مش حاجة يقولي لا ده خارج بالقروض ده الخارج ده اللي بيجايب القروض واللي جايب المنح واللي جايب المشروعات واللي جايب السياحة واللي جايب 131 مليار دولار يعني واللي المفروض يقف معك في معركتك كشعب وكدولة في موضوع السن الأسيوبي إذن في حاجة ما يسأل الناس لنفسنا الآن أليست الكلفة الخاصة بموقف الحريات في مصر الكلفة هل الأجهزة تدرس ده كويس إن الكلفة بقت أغلى والتمن بقى قليل قوي يعني العائد عائد إنه غياب الحيوية السياسية في المجتمع والحريات العائد ما بقاش هو بتاع السبع سنين اللي فاته خلاص فيه حاجة اسمها المنفعة الحدية فأنت في لحظة اسحب الورقة من إيد كل الأطراف اللي عادة كل شوية تكلمنا عن حقوق الإنسان تتسحب الورقة من إيديهم لأنه ما فيش بلد قوية قادرة عفية مستقرة فضلا عنه من الطبيعي إن تتعدد التصورات وتختلف الرؤى وإذا كان في حساسية من تعدد الأصوات وتعدد الرؤى والاختلافات اللي تصل أحيانا لحد التطحن السياسي في فترة من الفترات نتيجة بلد في وقف حرج ونتيجة إرهاب متتالي عليها ونتيجة طوضة دولية ونتيجة عدم الخروج بسلامة من سنوات فوضى فده كان له منطقه وله وجهت نظره وله فوائده الجمع ربما لما نجي ندرسها بشكل عملي جدا لكن ما ظني الفايدة بتتناقص أنا أتصور ضميريا والأمانة تحت مننا أقول لبلدي إنه العائد بيتراجع عائد كل فت القبض على الحريات والسؤال هنا بقى واحدة من السيدة هذه القوة أليست القوة الناعمة جزءا من هذه القوة الإقليمية التي يمكن أن تكون رهانا لهذا الوطن ولهذا البلد فضلا عن السؤال الحقيقي أي قوة نريدها هل نريد قوة مصر على الطريقة التي تذهب بنا إلى استعلاء أو إلى تعصب أو إلى يعني التعامل مع الدول العربية والمجتمعات العربية التي تمرها مجتمعات يعني تحتاج مننا أن ننشلها من إيه ونقودها إليه هل المنطق الذي يفكر فيه الناس عندما نتحدث عن قوة مصر الإقليمية هو المنطق الناصري هو قوة عبد الناصر أو القوة أو الزعامة بتاعة عبد الناصر عندما يعني يراجع المر خطابات الرئيس جمال عبد الناصر وهو زعيم خالد بكل المقاييس بمعنى أنه لن يموت تأثيره في مصر وتأثيره على منطقة العربية تدفع آثاره أنها لن تموت أبداً يعني ولن يموت هذا الراهل أبداً كما لم يموت حسن البنة وكما لم يموت يعني أنور السادات وكما لم يموت كثيرون ممن تركوا بصمات هائلة في مجتمعاته بسرعة كانت بصمات إيجابية عظيمة أو سلبية سيئة لكن يظل الكلام عنه لما تقرأ وتشوف خطوات عبد الناصر وتجد تعامله مع الزعامات العربية تعامل يعني يعيد النظر إلى هل هذه القيادة العربية؟ يعني كان رئيس عبد الناصر يسب سب علني كده يعني لزعامات عربية ليه ملك السعودية أنا محبتش أن أنا أستعيد ده في شرائط مصورة نعرضها على الناس عشان لا ننكأ جراحاً قديمة لكن هاي ستكلم عن المنهج هل يصح هذا المنهج؟ هل عندما نستعيد الرغبة في قوة مصر الإقليمية نستعيد الرغبة في قوة ناصرية بالطريقة الناصرية؟ لأنه هذا أمر الحقيقة يجعلنا يعني نحذر إحنا عايزين قوة نصر قوة مصر كدولة قوة مصر كمؤسسات قوة مصر كنموذج إنما قوة مصر وزعمة مصر زعمة الوطن العربي على الطريقة الناصرية كاليني أعرض لكم في دقائق سريعة كده مشهد أو عدة لقطات سريعة من مؤتمر صحفي عالمي عقده جمال عبد الناصر في 27 مايو 1967 قبل قرابة أسبوع من ناكسة من الهزيمة 28 مايو كون إنه كلية الاقتصاد العلوم السياسية ما بتدرس المؤتمر الصحفي ده فده جريمة جريمة علمية يعني عشان نعرف بلدنا عشان نعرف إدارة كيف كانت تحكم مصر أو كيف تحكم مصر ملاش كانت دي ودور الفرض في في حياتنا دور الفرض في قيادة مصر ومصار مصر ومصير مصر لازم المؤتمر ده يتدرس لإنه إجابات الرئيس جمال عبد الناصر إجابات كلها يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال إنك تتعامل معاها إلا بحزن وقسى وغضب إنه كان بقول الكلام ده وهو مش جاهز خالص للكلام ده بعدها بإسبوع انسحقنا بينما هو كان بيكلم في المؤتمر الصحف لأن اللحظة الأولى الأكيرة كبرياء نشكره ونحييه وندعمه ونقف معه ونؤيده لكن لهم لا يكون كبرياء كان يعني غرورا وعنجهية أدت إلى إنه يعني انفصال تام عن الواقع وإنكر للحقيقة ومغامرة تصل إلى حد إنه غامر بينا كلنا غابر مبصر كلها تعالوا نشوف الإجابة على السؤال اللي وجه إليه دلوقتي ونشوف ماذا فعلت قيادة مصر وهل إحنا عايزين زعامة على هذه الطريقة وإلا عايزين زعامة زعامة دولة تتزعم من الزعين يدول يلا طبعا المحزن إنه رئيس عبد النصر مات بعد ثلاث سنوات من وعده إنه يعد من وقت طويل لكن الفكرة كلها فكرة التحدي والغضب من الخارج والتباهي بالموقف الحاد كل ده على عيننا ورسنا وكل ده أظن كان بيرضي الجمهور وقتها والجماهير وقتها والوطن العربي كان يعشق عبد النصر حتى العبادة لكن كل هذه كانت يعني كانت أمورا فيها المغامرة والمقامرة والهزيمة الكاملة مرة أخرى الكلام عن مصر الزعيمة لا يعني الكلام عن جمال عبد النصر ولا فترة عبد النصر ولا الحالة اللي فيها الزعيم احنا بنتكلم على قوة مصر الإقليمية تبقى قوة الدولة قوة معسستها قوة بقاءها قوة ديمقراطيتها قوةها النعمة قوةها على إدارة خلافاتها واكتلافاتها قوةها على التجمع في لحظة الخطر والتوحد في لحظة الخطر دي قوة مصر قوةها على البناء والتنمية مش قوةها على التعالي أو الغدرسة أو الاستعلاء أو يعني التعبير الدقيق يعني ولا الجعجع السياسية مش دي قوة تعالوا نشوف إجابته على سؤال آخر ونشوف ماذا أراد جمال عبد النصر اللي يصل به إلى الناس لم يتزحس عنه الرئيس عبد الناصر خد بالك الرئيس عبد الناصر إحنا بعد 48 إسرائيل كانت ممنوع تعد بسفنها في خليج العقبة بعد 1956 وبعد انتصار مصر السياسي في العدوان الثلاثي كان من ضمن شروط الأمريكان وشروط المجتمع الدولي يعني عشان جلاء القوات المحتلة أنه يفتح عبد الناصر خليج العقبة والأول مرة السفن تعدي في خليج العقبة السفن الإسرائيلي فسبح عبد الناصر بذلك زي ما سمح بحاجات كتيرة المجتمع المصري ما يعرفهش من الغد الوقت فيما يخص آثار تأميم القناة وإن كان تأميم القناة في حد ذاته كان مطلب شعبي وجمهري هائل لكن عموما المصريين قعدوا 11 سنة ما يعرفوش أن عبد الناصر سامح لي السفن الإسرائيلية بالعبور ما فيش مصري كان يعرف فوجئوا في 67 أن الرئيس عبد الناصر بيمنع بقى المعبور قال لا بعد 11 سنة وده قفل خليج العقبة هو اللي أدى إلى بشكل مباشر يعني إلى ناكسة 67 وعارف وتقالوا أنه قفل خليج العقبة يعني حرب فهو كان مستعد للحرب ومعندوش مشكلة مع الحرب بدليل أنه أعلن غلق إخلاق خليج العقبة فحصل إيه فحصل إحنا انسحقنا وانهزمنا على هذا النحو يجب أن نفهم أن طريقة الزعامة وطريقة القيادة بهذا الشكل مش ده اللي بنكلم فيه على قوة مصر الإقليمية خد بالك أنه بعد 67 عشان نعرف قديه برضو مصر لم تستسلم مصر لم تنم منهار شعبه والعظيم منهزم أنه في 21 أكتوبر 1967 بعد عدة شهور من هزيمة يونيو إذا بيه القوات البحرية المصرية تنجح في إغراق المدمرة إيلات هذه اللحظة كانت لحظة ذات أهمية كبرى في قلب وعقل كل مصر ويجب أن تكون كذلك حتى الآن لأن اللحظة التي يعلن فيها جيش مصر وقتها أنه لن يستسلم وأن قوة إسرائيل انغلبت في 67 نتيجة أخطاء كارسية تصل إلى حد الجرائم والخطايا والخيانات لدينا إلا أنها لا يمكن أن تجعلنا نستسلم لاحتلال الأرض ولا لهزيمة لشعب فانتفض الجند المصري المقاتل المصري مع مدمرة هي المدمرة الأهم في المنطقة الأكثر خطورة في اللحظة الأكثر حرجا في تاريخنا وإذا بالمقاتل المصري يستطيع يدمر هذه المدمرة إيلات وينسفها نسفا وكان هذا هو يعني الإعلان الأول لعودة مصر مرة أخرى إلى الميدان إلى الجبهة إلى القتال إلى العظمة إلى الكبرياء إلى المجد إلى النصر إلى أكتوبر 73 هذا اليوم الذي هو عيد القوات البحرية في مصر يستحق أن نستدعيه وأن نفخر به وأن نستمر دائما في لحظة مجد حتى حين يهم الحزن والسواد ويغطي بلاد مصر فإذا بها تنتفض وتعلي في لحظة كل قيم الحضارة بلد الحضارة ودولة الحضارة وشعب الحضارة 21 أكتوبر 67 كانت الحضارة تعود مرة أخرى وتعلن أنها مصر إلى فصل حديث القاهرة وقد عدنا ولا حديث يومي في القاهرة وفي غيرها من مدن وقرى ونجوع مصر إلا عن التعليم لكن خليني أسأل سؤالا كبيرا وعنوانا كبيرا فيما يخص التعليم متى نقول أن هناك تطويرا في التعليم في مصر هل ما نشهده الآن تطويرا للتعليم في مصر هذا السؤال والعنوان الكبير في بين يدي ضفنا أستاذنا الكبير الدكتور سامي نصار العميد السابق لكل دراسات التربوية بجمع القاهرة أهلا بيك دكتور سامي أهلا بحضرتك الإجابة الإجابة لا بالطبع عندما نريد أن نقول أنه قد حدث تطوير تربوي فعلا في مصر عندما يتحقق حول المطاعة حسين حول المطاعة حسين كان مكون من أشياء كثيرة جدا ذكرها في كتابه من مستقبل الثقافة في مصر الذي وضعه بعد معهد 36 يعني ساة 1937 تقريبا حلمه بيتكوم من أن يكون التعليم كالماء والهواء وده يعني أن التعليم ضرورة لكل إنسان طوال حياته من المهدي إلى اللحظة تتكلم عنه دلوقتي في الفكر التربوي المعاصر التعلم مدى الحياة Life Long Learning تتكلم عنه الحاجة التانية في حلم طاعة حسين أن المدارس تتحول من كونها مصانع بها آلات لتنتج آلات أخرى إلى دور لإنتاج العقلية المتفتحة المقبلة على الحياة والقادرة على استكناء كل جوانب الطبيعة ودرستها وإعطاء للحياة معنا وأيضا أن تتحول الجامعة إلى إنتاج المعرفة وخرييها يكونوا ليسوا مثقفين وإنما منتجين للثقافة وليسوا متحضرين فقط وإنما منتجين للحضارة كلام ممتاز وعلى وين رايعنا وسماحها معنا دكتور طريق شوقي ودكتور خياد عبدالجفار هيقولولك إحنا موفقين عليها وكمام بس الواقع شيء آخر وظروفنا حاجة تانية خالص غير الأحلام طاعة حسين التي بدأ خطواتها الأولى ثم يعني كوفئ بالرحيل لاحظ حضرتك أنه قلت أنه حلم طاعة حسين الذي لم يجد سبيله بعد للتحقيق واللي بيتسق هذا الحلم مع كل ما يموج في العالم الآن من تغيرات تكنولوجية وعلمية ومعرفية إحنا داخلين على الثورة الصناعية الرابعة الإنسان شكله حيتغير صحيح بسا دكتور سبي كلام ده بيقوله لنا دكتور طريق شوقي بيقوله لنا الدكتور خليل عبدالجفار والمنتج بيقدموه على اعتبار أنه ده تطوير للتعليم سواء من ناحية اللي بيقدمه الدكتور طريق شوقي تغيير المناهج بالنسبة للسنوات الأولى الدراسية تغيير مستوى النتيجة أو طريقة السنوات العامة أو دكتور خليل غفار بتأسيس جامعات أهلية ومرامد داخل الجامعات لتدريس المتقصص تفضل حبيب أنا لست ضد عملية تطوير المناهج التي تمت في المراحل الأولى وانا الحقيقة اطلعت اللي يا حفيد في السنة الرابعة اللي هي السنة اللي بياشكو منها اللي ايه الجامعة ماستلمش الكتب لغاية الوقت على فكر حتى حفيد الحفيد يعني أنا وانا ما وجاء وبيشتري الكتب الخارجية يعني ف هو أساسا أنه أنت طالب ما مش لاقي كتب من غاية دلوقت ده بت توصفه بإيه دكتور والله أنا مش أدر أقول يعني الأن فيه نوع من عدم الاستعداد المسبق لمواجهة الموقف الحالي يعني أنا يعني لو كل الكتب المدرسة الدراسية الكتب المدرسية كابت بتطبع في كل الصحف في دور كل مطابع الصحف المدرسية وكابت بتنجزها في الفترة اللي هي قبل وكابت المؤمن فدي قضية أخرى لكن هذه الكتب لغاية دلوقتي فيه وفي مدرسة خاصة ويدفع مصاروف المصرفات من الصيف وما خدش كتب وشاري كتب خارجية أنا بصيت فيها بسرعة الموضوعات جميلة الكتب الخارجية لا ما هي كتب الخارجية على ودي برضو نقطة تصير التساؤل أنت الكتب الطالب أو التلميذ لغاية دلوقتي ما استلامش كتب المدرسة وكتب الخارجية موجودة ومتاحة هي حوالين موضوعات وفيها تفصيل وفيها تدريبات مش موجودة بتعريبا في كتب المدرسة اللي يروح يشتروها طيب كيف يحدث هذا ودي نقطة بتصير التساؤل الكتب الخارجية موجودة وكل مدرسة صحيح ما خلصتش أيضا الكتب دي بول موضوعاتها حلوة جدا كويسة حاجات عن الوحدة يعني تك كترباوي 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 من ناحية المحتوى وانبسط كده بسرعة قبل ما جاء المحتوى بتاعتها بتتكلم ازاي تكتشف ذاتك حاجات عن مصر والجميل جدا فيه كتاب عن عن مصر ورموزها أو وحدة كده عن مصر كتبين عن مجد ياقوب كتبين عن طا حسين عن جمال حمدان عن طلعة حرب يعني اه وشرحين حاجات جميلة أيضا فيها موضوعات عن التكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات موضوعات عن مهارات مهنية موضوعات عن دينا لغلفة دي يا شباب بشكل اه موجودة عن القيم المشتركة أو القيم وقبول الآخر وازاي احنا نتعاون مع بعض موضوعات جيدة ولكن تطوير المناهج فهو أمر أهدات نعم أمر محمود وإنت شايف محمود ولكن ليس هو الوحيد ليس هو العنصر الوحيد أس أيصر شيء ممكن في 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 الأزمة الطربوية إن احنا نعمله إن احنا نعمل المناهج آه لهم أسألك أنا حجب خبراء يشتغلوا ويطلعوا المناهج بهذا الشكل الآيه الجميل لكن يبقى من التي سيدرس وأين سيدرس وكيف سيدرس هذه المناهج المدرس المدرس وسيدرس في المدرسة والمدرسة اللي فها نقص ومش مجهزة نحن عندنا عجل تلتمئة ألف في المدرس أكثر تلتمئة وخمسين آه ده برضو التفسير وتبرير وإيفان لأن كليات التربية بتخرج معلمين أو وقفوا التعينات من خريج من خريج كليات التربية ليه وكأننا مصر لا تحتاج معلمين طبعا عندنا عجز والله يسأل في ذلك اللي خاد القرار ده من قبل كده من زمان يعني من قبل والاستمرار في القرار ده برضو والاستمرار في القرار معلم وتطوع وده بيجرنا يا جماعة لقضية كليات التربية برضو يا جماعة طبعا لماذا لا يكون هناك تنسيق ويكون هناك تعاون وتكامل بين أدوار كليات التربية و وزارة التربية الدولة تكان وأنا كنت فترة عميدة لكلية لا كان فيه تعاون كان فيه لكن دلوقتي لا الصلة تكان تكان تكون مقطوع تماما بين وزارة التربية والتعليم وبين كليات التربية يعني كليات التربية حق في تربية بيشتروا أي حاجة تانية او بيشتغل في السناتر او في السناتر بس ده منطق مختلف جدا الابقاء علي معناه ايه يعني عجز كبير جدا في الموازنة رغم ان المسلا يعني لما نشوف كده ان عدد الاداريين في وزارة تنبياء التعليم ضخم جدا اكتر يعني بسهل جانب كبير جدا من الموازنة طب ليه يعني ليه الاعتماد على العدد كبير جدا من من الاداريين يعني وليكن برضا المدرسة في النهاية ادارة في موظفيه اي عجز يمكن ان يسمح به الا العجز في المدرس ودلوقتي حتى الله اعلم العدد هذا محسوب ازاي ايه المعيار اللي تم حساب انهما 250 الف او في قولين اخر 350 الف هل بالنسبة لعدد الطلبة ولا بالنسبة لحجم الفصل طب الفصل يبقى كام 20 طالب ولا 46 واربعية ايه حقا كنت بتدرس للدراسات العليا بتقولهم ان المدرس المعلم يعلم لكام طالب هو مفيش ايه مفيش ايه مفيش تسبة عالمية لا فيه طبعا من 20 ل30 بكتير لو في فصل فيستو فيس كده وناس قاعدين مع بعض عشان يبقى فيه حوار يبقى فيه مناقشة يبقى فيه متابعة لكن انه ادخل فصل بالشكل احنا بشوفه في الصور بالرقم منطقي في مصر احنا في مصر عندنا مليون وخمستاشر الف مدرس ومدرسة وعندنا قرابة 25 مليون طالب فكده يبقى الطالب المدرس قدام 25 بس توزيحهم بالغلط بس ممكن لكن انا بقول المعيار مختلف تماما واحنا عندنا الفصل في فصول بتطلع 120 وفي فصول 46 وفي فصول 80 فالمسائل لا مضطربة تماما طيب هل المناهج وكل هذه الامور التي يمكن ان تعدد تاكل اطار تطول التعليم هل طورنا المدرس لا للأسف الشديد دلوقتي المدرس في العصر اللي احنا عايشينه دلوقتي قلت لحضرتك ان خلاص مصدر كأنه هو مصدر للمعرفة لا مصادر المعرفة اه اه المفروض المفروض في هذا العصر انه ميسر للعملية التعليمية منسق في حاجة انه دلوقتي اتجاه جديد في التعليم اللي هو التعلم المصمم ذاتيا برنامج الطالب بالتفاوض مع المعلم انا هدرس كذا وهدرس كذا يقول له لا يا ابني دي قبل يبني له برنامجه التعليمي الخاص به ويتابعه اه وهنا المسألة التعليم مش ان انا واقف قدام مجموعة وبتكلم زي ان المعرفة اصبحت موزعة على اكتر على شبكات المعلومات كلها واولادنا كلهم من صغر من طفلتهم واجيال الجديدة كنت ديجتال كلها اجيال رقمية يقدر يطلع يدخل على اي موقع وعلى اي اه ويقدر يوصل منها المعلمات وعملت بنك المعرفة وعملت التعليم اه عملت مدرسة تونها واحد مدرسة اثنين وعملت المس اللي هو نظام ادارة التعلم بس العلم كله دلوقتي يا دكتور سامي يقول انه ما نجحتش وانه كورونا كشفت انه التعليم عن بعده التعليم عن انترنت ده غير ناجح لا غير ناجح فين الطالب في حاجة اللي يكون في مدرسه ومع مدرسه للمتابعة لعملية التفاوض للاتفاق على البرنامج الدراسي انه يتفاعل مع زميله ويعمل صدقات ده اه ده اللي مطلوب في الايه في المدرسة لكن التعلم اونلاين التعلم من بعض بس بشرط مش يتم زي ما ايه يعني جات ايام كورونا هلو والله ادي المنصات بتاعتنا اهيت اللي عايز يحضر على المنصه اهلا وسهلا واللي عايز يجي المدرسه اهلا وسهلا ماينفعش ده لازم يبقى المنصه شغاله على برنامج وعلى جدول وفيه مدرس شغال من خلالها عشان يبقى فيه تفاعل بينه وبين الطالب او التلميذ اللي قاعد في البيت وان التلميذ يبقى شايف زميله على الشاشة اونلاين ويتكلمه مع بعض ويشاوره البعض وده حصل في مصر في المدرس الخاصة المدرس الخاصة عملت نفسها منصات وعملت نفسها مندرسين يعني احب لكن الانجلاب اشاور على الحكاية دي يا دكتور وانه برضو العالم كله بيقول انه الموضوع ده مكانش موضوع ايجابي والعودة الى المدارس كانت شيء وكأنه انقاذ للبشرية اه العودة الى المدارس شيء اساسي لكن لا نريد ان احنا نغمط قيمة التعلم من بعد لان شئنا ام ابينا هو الموجة التي ستبتلع كل اشكال التعليم فيما بعد التعليم هيبقى تعصين قال كان مأول هواء هو يبقى بقى كان مأول هواء بهذا ايه الشكل وهيبقى يجينا من كواكب اخرى ممكن فيه والناس قاعدة عادة تتعلم وهتتكلم فلازم بس يبقى فيه ايه نوع من ايه من التفاعل ما بين المرسل والمستقبل اخيرا السؤال المبدئي في تطول التعليم والرئيسي من اين نبدأ لو 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 احنا عندنا دولاتي قلنا هنبدأ من اللحظة دي خطة واستراتيجية تطول التعليم نبدأ من ايه ان احنا نحط الخطة والاستراتيجية الاول احنا هل هناك سياسة تعليمية موجودة في مصر ما عرفش ما فيش ولم تعلن ولم تعلن فعلا ولم تعلن اه 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 فين لم تعلن اي سياسة يعني من ياما لا لا فيه جزء عن استراتيجية اه 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 عشرين تلاتين دي موجود فيها جزء عن التعليم ولكن هذا ليس سياسة عالمية هذا موجه عام ورؤية عامة لكن السياسة تعليمية عايزة اهداف مفصلة التزام من الدولة بتحقيق هذه الاهداف رصد متطلبات لتنفيذ هذه السياسة توزيع لمسئوليات هذه السياسة على القطاعات وعلى المشاريع اللي هيشاركوا في تنفيذها هذا لم يحدث انا عايزين نبدأ ما ينبطور ايه ينبطور حاجة واحدة ما فيش يعني هي اصلاحات جزئية في اماكن متفرقة اه وبالتالي من ده في غيبة استراتيجية في غيبة استراتيجية يعني موضوع محدود جدا في غيبة سياسة تعليمية اه دكتور شامي نصار العميد السابق اللي كنت درسات تربائية جامعة قاهرة واليعني واحد خبراء اليونسكو السابقين ايضا اه بتقول انه ما فيش سياسة تعليمية في مصر ولم تقرأ ولم تعلن ولم تعلن سياسة تعليمية في مصر اه لكن كان موجود زمان كان موجود يام صف كامل حلم عبد السلام عبدالغفار اه حسين كامل بهاي الدين فتح سرور كلهم مدارسة اه قدموا استراتيجيات والسياسات اه يسر الجمل عمل استراتيجيات دكتور يسر الجمل عمل استراتيجيات كلها نفس محدود الفوض استراتيجية معناها مدر طويل يعني مدر طويل يكون شغال دلوقتي استراتيجية خمسة وتسعين بتاعة فتح سرور لا بس الاستراتيجيات بس خمس سنين يعني برغم اختلافنا اه او اتفاقنا غض النظر عنها ايا كان موقفنا من هذه الاستراتيجيات سواء الطباية او لا لكن هي اعلان من قبل الدولة والالتزام المعلن من قبلها بان والله انا رؤيتي للمواطن بتاعي كذا مستقبل ويبقى كذا هنعمل له كذا بس هذه غير موجودة حاليا لكن في اصلاحات جزئية وتطورة دي وبيتم الرجوع عنها والمسائل دي اه دكتور سابي نصار خبرنا الكبير بيقول هذا القول الحزين يعني يعني دليل المصر الحزين الى سياسة التعليم المتين انه مفيش على الاطلاق سياسة التعليمية في مصر ولا بتعرض علينا ولا توجد استراتيجية علية للتعليم في مصر وانه كل ما يجري هو اصلاحات جزئية ومن ثم يمكن التعديل فيها والتغيير عنها والخروج بينها لكن يبقى الامر ان احنا معندناش استراتيجية خمس سنوات للتعليم لعل وزارة التعليم تقول لنا ان عندنا وتلقي هذه السياسة في وجوهنا كي نسكت شكرا جدا دكتور سابي نصار اشكرك للغاية اشكركم والتقي بكم بعد الفاصل مع شاعرنا الكبير ساس بهاء جهين الغالي ابن الغالي والعبقري ابن العبقري موسيقى 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 صار بعيدة موسيقى اذا ارحب بالضيف الكبير وهو كبير المقام وعالي المقام وواحد من الاساتيزة الذين قدموا للثقافة المصرية وللابداع المصري الحالم من الجمال ويعني وسنفونيات من البهجة والفلسفة والرؤية وفي روح من التصوفة كده تحوم ويعني وتزوم احيانا جوه كل يعني ابداعاته لكن في الفترة الاخيرة وخلال الايام الاخيرة اصدر لنا هذا الضيف العظيم الستاذ بهاء جهين الشاعر والكاتب والصحفي العبقري ابن العبقري ويعني ونفحة صلاح جهين الباقية الجميلة الساحرة اصدر كتاب او ديوان او سفر من وجهة نظري الملك والمالك والحيان مجموعة كتب بمجموعة مقدمات يتم التراجع عنها بعد شوية كل مقدمة وبعدين شعرا ونثرا باللغة العربية واللغة الانجليزية ان اردت احيانا حالة مصرحية ونسرية وحالة درامية شخصيات يعني ممكن حتى نقول في شخصيات زادت في صام شخصيات مزدوجة وارواح بتطلع تصادف ارواحهم كل ده بحوار حوالين يعني السيرة الشخصية والذات والوطن وما يجري فيه بعضها امور تبدو مفتوحة الافق ورحبة تماما في الاراية والتفسير وبعضها نلاقيه ملغز وتجريدي ويحتاج لقارئه انه يمارس يعني نوع من التمارين العقلي عشان يستخلص لكن قبل ما نتكلم على كل ده ازاك سبحاء منورنا اهلا بحضرتك ومسي على المقدمة الجميلة اللهي خليفا عمرك تبدأ دي لانه ليس كتابا واحدا ولا ديوانا واحدا هو ابتدى اه اجزاء الاولى منه ابتدت في يناير تسعة وتسعين اه والجزء الاول يعني اللي هو اول اربع كتب بيعتبروا جزء واحد اه انتهوا في اخر الفين واحد يعني استغرقت تلات سنين الجزء الاولاني اه وابتدت اكتب في الجزء التاني من 2011 او 2012 وبعد كده التالت والرابع يعني على 2017 كان الكتابة الاولى للكتاب كانت اه انتهت اصلت بقى شوية مراجعات وكده وبعدين دفعت بيه لمنشر كان اعتقد فبراير 2019 اه وصدر بقى السنة دي رائح اه وكشاعر وتواصلك مع الناس وصوتك وتفاعلك معاهم ما يخلكش انك تنزل الاعمال دي كانت تباعا ما هيس تنزل فيحصل تفاعل فتساهم في الاصدار التاني اصلا اول مرة اشوف شاعر بنزل اعماله كاملة مرة واحد اصلا انا يعني اه ما بعتبرش الكتاب ده اعمال الكاملة او انه هو اعمال اه انا طول الوقت اه حاسس انه هو عمل واحد اه وهو ماشي بمنطقه الخاص اه يعني لا بقدر استعجله ولا يعني كنت من كتر زهقي منه اه كنت كل مرة مثلا اه اول اربع كتب خلاص اعتبرت الكتاب خلص وهيبقى يتنشر اه فكل ما اتقرر انه هو انتهى الاقيت فتح اه جزء جديد او كتاب جديد اه فا وعشان كده الكتاب مليان حوارات ثنائية اه واخده رد بينه اه واضح انه فيه خناءة جميلة يعني اه اه وفيه طبعا خناءة لان انا بحس ان انا موجود في كذا شخصية اه يعني لا لا اه ادعي ان انا شخص بعينه اه من الشخصيات دول ولكن اه يعني فيه شخصيات كتير باعتبرها يعني اجزاء جوايا اه لافتة انك انت بتهدي هذا العمل يروح الشر لانها يعني هي التي اقوتك ولا انها التي تحاربها لا اه اه هو اهداء فيه سخرية اه من ناحية وفيه تحدي من ناحية اه لانه هو فيه صراع من اول ما الكتاب يبتدي ما بين اه يعني الشخصية الدرامية دي اللي اتخذت سمت الشيطان دي اه وبين الشخصية المغلوبة على امرها اه الانسان المسلوب ده اه الاسم هو شاني الفاتحة بتاعت الكتاب اه المكان القاهرة اه كويس وينفاج علينا اسكندرية نيويورك بلادي اليونان البحر الابيض المتوسط جزيرتهم فيه اه جزيرتهم اخرى في عقصة جنوب شرق العالم وعدة اماكن اه ثم مصحة عقلية سيبقولنا حلال فصابية موجودة دماغ شخص اسمه شادي او عب صبور او شهاب يعني سرير ابليس سريرة ابليس اسف فضاء الكون قاعد محكمة رحم انثى اعتاب الملكوت خلطة صعبة جدا للزمن تاريخ او اسطورة اللحظة الحاضر الشخصيات تسكن هنا اسماء والاطياف منها شادي ومنها شهاب وهم توقموا عقلي روحي ملتص توقموا روحي عقلي ملتص ايه ده بقى انت ايه كل ده هو انا بحاول ان انا في الاول يعني اسير فضول القارق واستدرجه اه فبعمله كده عملية اه يعني تشويق شوية اه اه بس دولة ابطالنا فعلا ودي اما كنا بعد كده طول الوقت في النص اه بقى انا بقولش ان انا ما اخدش ان ده مش موجود اه نقصد ان انا بعملها بطريقة كده تخلي ايه الحكاية اه يتحير كده بينه وبين نفسه يعني اه اقرب اتفرج تعال اشوف لو حبيت انك تعرف قارئك على العمل دوت بمقطع او قصيدة او يعني حوار جوه هذا النص تبدأ به هو انا ممكن اه اقرى اقرى لكم اه الجزء الاول مم الكتاب الاول اسمه عزولك قلبك اه عزولك قلبك لانه هو يعني بيتكلم عن انسان بيتفتت الى شخصيات اه متصرعة اه ولانه فيه جزء اللي هو جزء التالت من الكتاب الاول اه اسم سميته شادي وشهاب مم اللي احنا صغيرين في المنهج بتاعنا اللي هي بعد كده بقت سوسن وعمر وامر وعمر ويعني احنا عيامين انا ونسوس بها كان اسمها عادل وسعاد يعني هو الجزء ده بيتكلم عن مرحلة الطفولة فتبتدي قال لي الفيل ابو زلومة رافعا زلومته على سبيل التحية سلم لي على ستك فتحية ايها الفيل والعظيم اسمح لي ان اعطيك هذه الهدية ولم يكن في يدي الا نصف بطاطايا مفلوقة بالطول اخذها بزلومته شاكرا وبدى على حقارتها مسرورا صينية تجمع قلبين والكوبين والابريق وسكرية الهناء الغافل اذ انا طفل في صحبة جدة حنون ودوران الملعقة الصغيرة في الكوب له رنين الفضة يرجعه البلور وكانت الملعقة تدور والارض تدور ليتها كانت تمهلت ريثما ارتشف الشاي التذ به طويلا طويلا قبل ان تتم الارض ثلاثة الاف دورة حول نفسها وتحرقني الشمس بصيف تتري صيف عربيد نسيم ليله مخاتل وناعس الأجفان ينومك كما ينوم الثعبان أرنبا والبحر في خلفية المؤامرة هذيره الليلي متواطئ وشرير رائحته تفح في الأعصاب بوشوشات الزلازل لعبته غلام ما زال يفوح بلبن الطفولة لم يفارق من طويل حذن الحواديد القط والجرس والارنب شرشر الذي صحره الثعبان ثم ابتلعه والبحر الذي حننت لركوبه فابتلعني وبعد كده بقى في مقاطع حوالي طفولة بتعمل فينا ايه يا رسد بقى تطاردنا دائما كده ليه هم بيقولوا ان الاول اربع سنين في عمر الانسان بيبقى زي النقشة في الطين اللي بيتحجر بقى يتحول للحجر بعد كده والنقش ده بيبقى ثابت وموجود بقى وقالب وابدي شيء يعني وطول الوقت اللحظة مشوبة بشجانها وبحزنها برغم ان المفروض طفولة تستجلب بسعادة او فرح لان هو هي الطفولة من يعني نشهدها من من قمة الجبل بقى اللي احنا طلعناها طلعناها في طول الفترة دي وتشنكلنا وركبنا تفتحت من الطبوب وكده مستعدة طبعا اكيد كان فيها لحظات كتير سعيدة يعني اسعد مرحلة في عمر الانسان مش بالضرورة مهما كان طبعا في حالات خاصة بجمر بس يعني بنحترع سعادته انما يعني مش بالضرورة هي فترة سعيدة بس انا يعني لما بسترجع نفسي في فترة الطفولة بلا ان انا مخي ده ما كانش شغال زي الوبور طول الوقت وده هو يعني كانت اجمل حاجة في الطفولة يعني الشعر خصوصا اللي بيبقى له اغنيات ذات جباهرية واسعة انت عندك الاغنية الاشهر عرفة دي بتعمل لنا يعني مشاكل في الحياة عموما الستاذ طبعا قال الحجر وستاذ عمر خيرت فاحنا اصد شعر هنا يبدو انه في منطقة غير التواصل الغنائي مع القارئ بتبقى فاصل دوت وعمل حسابك على ده ولا انت شايف انه المتلقي للاغنية ومتلقي للقصيدة وانه الامر سيان هو فعلا يعني الاغنية بتبقى لها لها طبيعة خاصة مختلفة وبعدين هو الكتاب ده علشان يعني 620 صفحة فهتلاقي فيه تنوعات كتيرة جدا صحيح فيعنا بس انا اكمل نقيت دي دلوقتي فيه فيه شبهها كتير وفيه خفة الظل الروح البهجة الكتابة الميسرة للقلب كله موجود على فكرة فيه رعب اصارة مرف فكرة في الكتاب جميل جدا يعني انا برضو عايز عايز استخدم تعبير للكتاب ده غير الكتاب يعني سميه ايه هو اللي مكتوب اه عمال شعرية التصنيف مكتوب ادب اه وانا شايف انها كلمة واحدة ملخص جيد بس برضو ده فيه قلة ادب على فكرة مش بولك تجد ويصروكم اه بزا حبينا نستعمل كلمتين نص ادب نص ادب اه برضو مرة اخرى وانت بتشتغل على عمل زي ده وقت في زينك نقات بقى هيقولوا عليه ايه هيصنفوه ايه هيحصل التجاوب ازاي رد الفعل ازاي ولا هو كانت يعني فكرة وجدان مجبوب بالكتابة بتاعت التفاصيل الكتاب ده ومش معني غير بانه يترجم على الورق وتخلص منه تقريبا هو فعلا هو كان يعني كان فيه الكاتب غير الناقد كان مسيطر يعني لا يسمح للوعي النقدي انه يتدخل حتى في زمن كتبته يعني اخترق عشرين سنة على مهله على اقل من مهله يعني وانا سهيقان منه على اقل من مهله وفيه برية كده على مهله طيب برضو بلاقي هنا جزء شادي فجأة متجه لنيورك وبلاقي نفسنا اصاد تبا شعر باللغة الانجليزية اه هو عشان لازم بقى نرجع للحدوتة نرجع نحك الحدوتة تاني هو هو الشخصية اللي هي تعتبر يعني البطل الى حد ما في الكتاب ده هو شادي ايه وشادي ده انسان مسلوب اللب وبيتنازعه الجذب الارضي والجذب السماوي ونتيجة انه هو يعني خفيف فالحياة بتتخز وتطلعه اه يعني فالمهم اه وصل بالامر انه هو يعني فقد عقله في الجزء الاول و ففي بقى الكتاب يعني هو الجزء الاول اسمه المسلوب عبارة عن اربع كتب اه الكتاب الاول اللي قرينا منه جزء ده اللي هو عذولك قلبك وفي وكتاب اللي بعد اسمه المسلوب اللي هو بقى حالة الجنون المطبق ممكن نقرأ مقطع من الجنون المطبق المطبق والله يعني يعني جنون مطبق مطبق زي ما يعني اه وصل عشان ده كله انجليز فيه كتير انجليزي اه كنت عايز اوصل ان انا اقول ان نتيجة ان الشخص ده كان دارس في الادب الانجليزي بقى بتا يعني الشخصيات كتير جدا بتخش جوه بماغ وتتكلم اه فتتكلم بكل معطيات وعي وخبرات اللغوية اللي منها كتير الانجليزي وده الجمال بتاع النص ده جدا الاسوات متعددة المشاعر متلفة الحراء حضرة يعني اه بس كنت عايز بس اجاوب على سؤال حضرتك ان من هنا حضرت اللغة الانجليزية انه هو لما دخل في مرحلة الجنون المطلق المطبق ده ابتدت الاسوات تخش في دماغه كل اللغات اللي هو يعرفها فهو يعرف ايه يعرف عربي بالعامية وعربي بالفصحة وانجليزي وحتى انجليزي عصري وانجليزي كمان شيكسبيري يعني فيه اجزاء بلغة شيكسبير فده ده اللي دخل اللغة اللي مرزي فهذا الحقيقة يعني وانا بكتب فعلا كانت الحاجات دي بتخش بتخش اه بتخش نفسها فعلا وانا يعني في حصة قملة يعني قعد اكتب باللغات فانا محبتش اتدخل وهو فعلا يعني لما الانسان بيعصرج قوي وي 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 وعي النقدي يتدخل بالعملية بتقف صحيح ففي مغرى مصرر نحن نقرى باللغات باللغات على الفكرة انا عايز اشير الى اخراج فني بديه عامل مستوز احمد اللباد بالكتاب ولداخل الكتاب وعمل جزء كده اكمال بنفس يعني حالة وروعة الكتاب كده ففيه نص موازي جمالي وبصري عامل مستوز احمد اللباد لابد ان ننبه يعني الى جمال هذا النص يعني الله يخلي هو الحقيقة يعني موضوع ما عملتش حساب ان انا هقرى حاجة بالانجليزي طب خلينا بعض الفصل هقضى تفاوض مع الستاذ بهاق جهين يقرأ ايه بعض الفصل لغاية ما نشوف ممكن نشوف المسلوب هيقول ولا هنعدل المسلوب الروح اصلا هم عشر كتب هنشوف بعض الفصل بإذن الله يلا اذا نعدنا حديث القاهرة ولازلنا في حوارنا مع شاعرنا الكبير بهاق جهين وهو يعني يقدم لنا سحرا في سفر جديد من اعماله الملك والمالك اللي صدر عن دار الشروق واللي بعتقد انه واحد من يعني الاحداث الثقافية والادبية والابداعية المهمة جدا في مواصفات الاخيرة يبقى فيه نص بهذا الثراء والغنى والزخم والازدحام بالاشكال الفنية والجرأة والمغامرة يعني في حد ذاته حدث حقيقي يستحق التوقف والتبين تعرف بلنا فيه فيه توقف والتبين ده من زوء حرط والترم الله يحفظ ومن ضمن الامور اللافتة في الكتاب مع تعدد الاصوات وتعدد الشخصات وتعدد اللغات فكرة انه الشيطان بنفسه بيتكلم او بنفكر فيه زي هنا سريرة وابليس لكن مرة اخرى انتبطلك مسلوب ليه مسلوب لانه هو عامل زي الالكترون اللي خرج من مدار الظرة بتاعته فبقى الرياح الكونية بقى بتجرفه وتحت فهو دخل في مغامرات كتيرة جدا جدا وانتهى منها بانه هو يعني ودع العالم مات يعني ورغم كده فوضل برضه عايز يكتب يعني عايز يستمر في حدوته بتاعته فبعد حتى بعد موته يعني مثلا الكتاب السابع ده عبارة عن احنا شايفينه ميت كده على السرير من غير مخدة ولا اي حاجة وفي قوضة عبارة عن حيطان بيضة وسقف ابيض وسقف وطي وهو يعني الجزء ده الكتاب السابع ده الجزء الجزء الاول منه اسمه ظل الواحة وظل الواحة العنوان الجانبي ديوان شعر كتبه شادي بعينيه وهو يحملق في السقف فغيرا فاه الله فهو بقى ايه فهو يعني كان ير مكتوب يعني ان هو وكانت عيناه المحملقتان في سقف تلك الغرفة اذا امعنت فيهما ودققت ترى تحت حيادهم الزجاجي في عمقهم الخبيء حنانا لا نهائيا لان شادي كان يرى ما فوق السقف بل وفوق ذلك المحبس الوجودي الذي سيقت روحه اليه كان يرى او يظن انه يرى المنتهى والمقال فهو بقى الكتاب ده عبارة عن سبع اصايد صوفية بتوصف اللي هو شايفه ظل الواحة المرتسم على السقف الواطئ اللي هو فيه فالقصيدة التانية اسمها للنخيل الرحمة برقية قصيرة عن واحة سكيرة في قلبها نخلتان ذكر وانثاه المكيرة ثديان احمران من بلح لا تكتفي بحمله بل تنتوي تخميره وكل من نام اسير ظلها يقوم قد تتعتعت رجلاه وشعشعت هامته بهمهمات رؤاه يدب في قفر عجيب السحر كثبانه مضياءة منيرة مضيافة للأرنب المصحور والثعبان وكل ما يلمس ذر رملها سكران برقية طالت وصارت قصة في طيها رسالتان ذكر وأنثاه وقفر يرتوي من فيض ألطاف مطيرة وفائض ينثر من فرط غناه للرمل والحصى عطاياه رسالة عبر الأثير في الأسلاك تحت البحر فوق المنتدى ياه تواصل من طرف معطاء تأتي هداياه بلا إمضاء لمن تلقاه وليس يلقاه إلا لقاء الصوت بالأصداء تواصل هو وصل وصلة من شدو سلطان الغناء موصولة الألطاف تهتز لها أوصال أوصال وكهرباء تأتي بلا وصلة أسلاك تدفعنا للحب لا ندفع وصلا ولا فاتورة ثمنا لها كأنها الشمس ولكن لا تدخل الحجرة من شباك وليس من يكتح في كد كمن لها وليس من يمنح كالبيع أو من يمنعه وليس ما يلمع كالكاب أو الداكن وليس واحات النخيل والظلال مثل أطوال الأماكن فللنخيل الرحمة والويل للإسفلت من شراسة الإنسان الله أنا عايز بقى أرد من الكتاب نفسه بالشيطان وهو بيقول رأيه بقى في إيه في الأشعار بتاعة شادي دي المسلوم الميت بتاعة ده الشيطان الرجيم كتاباته النقدية نظراته فلسفية مع مقتراط من شعره دي باقة قبح من شعر وقبح كاتبه ليس يرقى لمستوى النقد خاصة النقد أنا فأعاتبه وأنا هنا لا أنقضه بل أنقضه وأهدمه في كلمة واحدة هو هذيان لا يقبله زوق إنسان ولا جان هو ليس أدبا بل قلة أدب وتفاصح مفضوح ومن قبحه قال عنه العامة قبوح يا قبوح كلب الأدب مدبوح وأمه عليه بتنوح يا طالع الشجرة انكسرت ساقك دون ثمرة ويلي منك وبريه أفت من ده كله بإيه أنا حضرت كله من عندي هذا إن شئنا أن نتحدث بلغة الأمهات المصريات الريفيات لكن هذا ليس هدفي بالذات وإنما أردت أن أوضح للقارئ بالمرة فلسفتي في الجماليات ومفهومي للأدب بشكل عام مبنيا مبينا عليه هيجائي لهذا السخام ولمنسب المقالة إن شئتم الهراء التام شادي شهاب درويش نموزجا يعني مانتو عنداش أي مشكلة في الطعب فيما يقوله شادي ويعني والعصف به يعني بيبتبر شيطان الرجيم يعني بس هنا مش هتتهم بإنك إنت استقطقت استقطقت الشيطان وتتعمل معه برحبة صدر واسعة هنا وهو أسن الدراما أقوى من الكاتب الشخصيات بتفرض أراء أنا مليش دعوة يا فندم أنا مليش دعوة هم اللي كانوا بأيولي طيب لو حبينا بقى نقول قصدتنا التي لن تكون الأخيرة بإذن الله أبدا يعني انت فقلت لي إنك إنت في قرابة عدة دواوين أثناء كتابة الكتاب ده ولم تنشر اللي هي بقى اللي هي القصائد بمنطق القصائد اللي تيجي لوحدها وينفي واحدة فوقها ووحدة فوقها في الأخر يعملو ثلاثين مثلا قصيدة فيبقوا ديوان وكده آه فيه يعني فيه في العشرين سنة دول آه فيه حوالي مثلا ما يكفي لخمس دواوين مثلا وفيه بقى يعني مشروع لنشروع لأ لسه ما فكرتش فيه برضو آه وكالنشر عندك ما عندكش شغل في النشطان تصعى فيه آه والمطبعة والكتابة والنشر ده جزء يعني وجدائنا قدامك هو الكتابة عندي آلذ من النشر آه يعني ديو حاجة برضو مفرقة مهمة للغاية آه طيب آه وحتى ده ينطبق على النشار الغنى عن المسرحيات اللي كنتم تشتغل فيها آه آه طبعا فيه حاجات كفير جدا من دي ما آه دي لوحدهم دول اللي عايزين بقى عملية بحث بقى وجمع وآه فعلا آه يعني عندك وبرده ما لم ينشره آه فيك طبعا معظمهم آه قلوهم تقريبا ما تنشروش ومعارضتش على مخريين من أصدقاء على فنانين آه تقصد حاجات متعملتش آه لأ نقصد الحاجات اللي اللي تغنت آه بس دي ما جمعت بس انا ما جمعتهاش آه كم حاجة تغنت آه يعني آه عشان في أعمال درامية كتير آه فها مش هيقلو عن مية يعني آه أو أكثر أهم حاجة فيهم ليك ايه ولا كلهم أبنائي كالعادة آه أنا بحب آه بعض الأعمال المسرحية زي الزعيم وآه وفيلم آه سبع هص وفيلم آه يا مهلبية يا خصوصا إن يا مهلبية يا يعني كان في مشكلة في الصوت فالكلام ما كانش واضح فاك نفسي في يوم الأيام تتنشر لكن يعني فاكر أي حاجة في يوم الأيام تتنشر لا أنا طبعا نسيت بقى كل الحاجات اللي كتبتها تاني يا مهلبية يا نسمع بقى صدقة آه في بقى يعني في تطور الأحداث بعد بعد الكتاب اللي اسمه آه الزل الوحى دي آه والسماء السابعة وكلام ده في بقى بييجي ما سميته أنا الكائن الرمادي اللي هو طبقة الطبقة الطبقة الرمادية اللي في موخ كل إنسان دي اللي هو ثار على الكاتب اللي اسمه بها الشهين ده اللي هو قاعد مركز على السيشادي ده والشيطان بتاعه وبتاعه فازهق يعني قال انتو بتكتبوا كتاب عن الملك والملكوت والملك والمالك كنت شيء رحيب يعني فيه رحابة الكون انتو يعني أرفلنا بال بالأشخاص دي ليه يعني وهل طب مات هبشادي ده مات هل بقى انتهى الكون عشان هو مات صحيح فهما الكون موجود فالمهم هو قرر انه هو يكتب كتاب آه بأوله كده بيقول آه آه انت كتب لكم الصفحة هيدا آه أنا كتب هنا ربعمية ربعمية تسعة وتمين آه اه وهو بيقول يعني في الأول آه ده فيه ديوان بقى اسمه الرمادي ده آه اسمه الرمادي ده اللي هو ابتدى يتكلم هو فبيقول آه آه أنا كائن رمادي ليس لي ملامح ولهذا أعكس الألوان والأشكال ليس لي موقف من الشخصيات التي تحدثت أو ستتحدث سوى أنها شخصيات تتحدث فلنعطي الكلمة للمتحدث عنه آه هو بقى ايه فتح آه الرابع آه كل بقى أصوات قعدة تقول شعر بقى آه ففي بقى في الآخر خالص يعني هم حوالي عشرين آه أصيدة آه آه اللي هو يعني كتبهم الكائن الرمادي ده آه وآخر وحدة اسمها كلام الرجل الأزرق عن الكرة الأرضية وحدها في هوة الكون تدور الأرض فاتنة الفضاء الكوكب الأزرق ما أجملها تلك العروس وحدها تخطر في زينتها أهبتها للحب والإسعاد لا زوار في جيرتها أو ود طواف أنيس وحدها ترقص حول الشمس تحلم بالهناء وبالعريس يا لها فاتنة تشكو من الوحشة والبرد تدفئها انفجارات الشموس وحدها في هوة الكون تحوك الغيمة أو تنعس قرب النار من مدفأة كونية تبعث فيها الدفئة والأحلام تعبدها وتسعى حولها وحدها تنجب لا زوجة لها إلا شعاع الشمس ذريتها الحلوة والمرة ذريتها كالكون لا حد لها نافورة مدهشة تفنى وتحيا وحدها في لجة العدم العبوس الثرى والماء تحت الشمس يبدع عالما مصحورة عيناه عين الدفضع النطات من نهر إلى بر يجوس وإلى الجو يطير أو من الشطآن في البحر يغوص النورس الصياد والوتوات وعلى الأرض الثعالب والتيوس ذلك الكربون في معمل تفريخ شعاع الشمس والجو المطير ينبت النعناع والزقوم والدوم وبوذا فيلسوف الهندي فرعون وموسى والمجوس يرقص الزنج عرايا ويدب الدب في الثلج وتزدحم المرايا بالنفوس كهرباء الطين والمخ وأنواع المراث وارتطامات الكؤوس أيها الهائم ذئبا شاعرا بين الحصى والورد ونثار الهياكل والرؤوس سيدور الكوكب المصحور دورته لتسكن طابقا تحت الثرى دون أن تفهم يوما ما جرى أو ترى ما الذي يضحك هذا العابس اللائي على وجه الخصوص الله الله شكرا جدا سيد باقي شهين شعرنا الكبير على متعة هذا الكتاب وعلى متعة لقائك ويعني ولا شكرا يفي شكرا جدا شكرا جدا الله يخليك شكرا لك شكرا لأستاذ إبراهيم وشكرا للاستاذ إبراهيم عبد المجيد اللي التحمس جدا وكتب مقالة بدي والأستاذ إبراهيم داود والغريبة كلهم إبراهيم شكرا لكم جدا جميعا مع تحيات رابطة الإبراهيميات الشغوفين بأدب وشعر يسوز بحجاهين أشكركم وألتقي بكم غدا بإذن الله حديث القاهرة السلام عليكم ورحمة الله